المغرب يخترق مجموعة فيسجراد والامارات تمنح المغرب مقاتلات قوية لتعزيز ترسانته العسكرية افتتح الاجتماع الوزاري الاول لمجموعة فيسجراد زائد المغرب اليوم التلتاء ببوضابست بهدف بحث آلية تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وهذه المنظمة الحكومية التي تضم اربع دول تنتمي لمنطقة وسط اوروبا وهي هنغاريا بولونيا والشيك وسلوفاكيا ومثل المغرب في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا وقد قامت المجموعة التي نجحت في فرض نفسها كتحالف وازن داخل الاتحاد الاوروبي بتوسيع اشغالها لتشمل شركاء اخرين في اطار ما يسمى بصيغة مجموعة فيسجراد بريس تماشيا مع الاولويات الاوروبية والدولية لرئاسة المجموعة بالنسبة لهذا الاجتماع الوزاري الاول لمجموعة فيسجراد زائد المغرب سيتم على الخصوص بحث آليات تطوير العلاقات القائمة مع المملكة في مختلف المجالات والارتقاء بها الى مستوى شراكة غنية ومتعددة الابعاد وبالنسبة للمغرب فان تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة فيسجراد يتماشى مع استراتيجية تنويع شراكاته الدولية تفعيلا للرؤية الملكية فالى جانب شركائه التقليديين داخل الاتحاد الاوروبي يتطلع المغرب الى الانفتاح على بلدان اعضاء اخرين في الاتحاد بما في ذلك البلدان الاربعة المنتمية لمجموعة فيسجراد التي تتزايد اهميتها وتأثيرها على المشهد الاوروبي منذ احداثها في الخامس عشر فبراير 1991 بمدينة فيسجراد الهنغارية الامارات تمنح المغرب العشرات من المقاتلات القوية لتعزيز الترسان العسكرية كشف التقارير الاعلامية ان الامارات العربية المتحدة ستقوم بمنح المغرب العشرات من مقاتلات ميراج في اطار الصداقة والتعاون العسكري الذي يربط بين البلدين الشقيقين وحسب ما اورده موقع ديفانس ارابيك المختص في الشؤون العسكرية بالعالم العربي فان الامر يتعلق باسطول يضم 68 مقاتلة هجومية ستسحبها الامارات من الخدمة وتمنحها لكل من القوات المسلحة المغربية والمصرية للاشارة فان مقاتلات ميراج 2009 هي اقوى نسخة من طائرات ميراج تصنعها فرنسا وهي نسخة خاصة بالامارات فقط كما انها لا تزال في منتهى القوة وتمتلك تكنولوجيات عسكرية جد متطورة